تداعيات قرار تعليق المساعدات الغذائية من قبل الولايات المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لأوثيوبيا ما تزال مستمرة فالمخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية في إقليم تيجراي إذ أن الألاف من سكان الإقليم يعتمدون بشكل كبير على المساعدات الإنسانية خاصة الأطفال والنساء تعليق الإمدادات الغذائية من شأنه أن يحدث ضررا بالغا خاصة وسط الأطفال والنساء ونحن من جانبنا في منظمات المجتمع الدولي ندعو لاستعادة الأمر من قبل برنامج الغذاء العالمي والوكالة الأمريكية ما يمكن قوله بأن المساعدات تعرضت للسرقة لكن يمكن محاسبة المتسببين فحاجة السكان للمساعدة أكبر من حجم الخلاف بين الحكومة والمنظمات أكثر من 15% من سكان البلاد يعتمدون على المساعدات الغذائية ويعاني ملايين الأثيوبيين نقصا في المواد الغذائية نتيجة النزاع الذي شهده إقليم التجراي لمدة عامين بالإضافة إلى الجفاف الذي ضرب جنوب وجنوب شرق البلاد هذه المنطقة تعتمد في حديثاتها على المعونات بصورة سابتة جدا لفترات طويلة جدا مثل هذه الغرارات تؤثر على إنسان هذه المنطقة حتى إذا كان هناك تصنيف أو خطة لتقديم خدمات بطريقة مصنفة فأعتقد من الصعب ضبطها مستقبلا في ظل الأحداث المتطورة جدا وخاصة أن هناك نوع من حالة الشد والجزب ما بين الحكومة الأثيوبية وهذه المنظمات واتهامات متبادلة الحكومة الأثيوبية اعتبرت قرار تعليق المساعدات بأنه موقف سياسي لكن الخلاف بين الحكومة والمنظمات الإغاثية ليس جديدا فكل طرف لديه رؤيته بشأن كيفية توزيع المساعدات وهو أمر يجعل الخلاف مستمرا بين الطرفين في الوقت الذي تنتقد فيه الحكومة الأثيوبية تعليق المساعدات الإنسانية من المنظمات الدولية يخشى مراقبون هنا من تداعيات وقف وصول المساعدات إلى المحتاجين إليها في المناطق المتضررة جابر منصور سكاينيوز عربية أديس أبابا